مدخلات لمسؤولين مغاربة وإفواريين أجمعات على الأشواط التي قطعها المغرب وكوديفوار في مجال تعزيز الشراكة جنوب جنوب من خلال اتفاقيات وشراكات جملت مختلف المجالات المنتدى الاقتصادي المغرب الإفواري فرصة جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما يعد مناسبة للتذكير بانفتاح المغرب على دول غرب إفريقيا على أساس منطق المنفعة المشاركة المغرب بلد إفريقي توجهه الآن نحو الجنوب هو توجه أساسي وستراتيجي لربط علاقات شراكة جديدة وتعاون جديد مع هذه البلدان في عالم يعرف تقلبات اقتصادية وتقلبات مالية فيجب أن يكون لنا القدرة للتعاون مع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من أجل مواجهة كل هذه التقلبات اللقاء عرف حضور وزراء وشخصيات فاعلة في المجال الاقتصادي إلى جانب مسؤولين آخرين من مختلف المجالات مغاربة وإبواريين للوقوف على أهم الإنجازات وبحث سبول تسريع الاندماج الاقتصادي بين المملكة ودول إفريقيا ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها المغرب وكو ديفوار في تظاهرة مماثلة هذه اللقاءات ترجمة للإرادة التي عبر عنها البلدان للتعاون بطريقة مثمرة وفعالة السلطات نجحت في خلق إطار مناسب للقاء مسؤولي البلدين ونتمنى أن تتطور هذه المبادلة القائمة بيننا أحد أوجه هذا التعاون استقرار ثلاث أهم مجموعات بنكية مغربية في كو ديفوار وهي تعمل بشكل فعال منذ سنوات التظهر فرصة جدد خلالها المغرب استعداده لمواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده كو ديفوار من خلال اقتصام التجارب وتبادل المهارات في ترجمة لمخططات المغرب الطامحة إلى التموقع كفاعل أساسي في إفريقيا متابعة لهذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة عبر الأقمر الاصطناعية من مراكش مفادتنا رشاء فضلي أهلا بك رشاء ما الذي ميز اختتام المنتدى الاقتصادي المغربي لفواري بمراكش اختتمت قبل ساعات من الآن أشغال المنتدى المغربية الإفواري هذا المنتدى الذي حضره أزيد من 800 مقاول مغربي وإفواري من أجل تطوير علاقات الشراكة بين الجانبين وتقوية وجود وحضور المقاولات المغربية في أبيجون كما هو الشأن بالنسبة للمقاولات الإفوارية التي هي مدعوة للاستثمار في المغرب وفي قطاعات مختلفة إذن تحضر إلى جانبي الآن سيدة سلوى بالقزيز وهي رئيسة الشرفية لجمعية النساء المقاولات وأيضا مديرة إحدى الشركات للمعلوميات أهلا بك أهلا وسهلا شكرا للدعوة شكرا لك إذن أذكر أنه تم العقد مجموعة من الاتفاقية هذه الاتفاقية التي وصل عددها إلى 24 اتفاقية همت مجموعة من القطاعات مختلفة كيف كان حضور المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذه الاتفاقيات؟ في الحقيقة الحضور دي المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذه الاتفاقيات كان قليل جدا كنتمنى باش إن شاء الله في اللقاءات أخرى تكون واحد الحضور كتيرة لأنه كان فرص كتيرة في الكود ديوار بالنسبة لمقاولات الصغرى والمتوسطة وكانت كمثال يعني جاي في انفرماتيك ماروك شركة التي تنسيرها وهي مقاولة صغرى بما أن رأس المال رقم المعاملات عفوا أن رقم المعاملات ما يتعددر 70 مليون درهم والحمد لله في 2014 حققنا حتى 20% في هذه الدول الإفريقية يعني بدنا نتعامل مع الدول الإفريقية وعندنا زبائن كتار في هذه عشر سنوات باش بدنا عدنا زبائن في الدول كمالي، سينيغال، كود ديفوار، طوغو، نيجيريا ونيجير ومن بعد ثمانية سنوات قلنا نقص لابد ما يكون عدنا واحد الوجود في واحد دولة اللي هي فوسط هذه المجموعة ديال إفريقيا الغربية اللي يمكننا من هذه الدولة هذه يمكننا يعني نخدمه الزبناء ديالنا في الدول الأخوة واختارينا الكود ديفوار يعني هذه عماين وحنا تنمشي وتنجي وتنقلب على واحد الشرك حتى لقينا الحمد لله اللي هو موجود معنا في هذه المنتدى اللي هو شركة سومافور اللي عندها 25 عام في الكود ديفوار يعني كتعرف سوق ديال الكود ديفوار ودرنا واحد شركة اللي يعني خدنا واحد الحصة ديال 70% في رأس المال ديال هذه الشركة هذا شيء كيجعل يعني كيجعل الكفاءات المغربية والكفاءات الإفوارية تكون في خدمة زبائن ديال المغرب وزبائن ديال الكود ديفوار وأيضا الزبائن للدول الخالي هي مجاورة مع الكود ديفوار إذن أعود إلى سؤالي كيف كان حضور الوقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المنتدى كيف كان حضوركم هل عقدتم مجموعة من الشركات مع الشركات الإفوارية من أجل تقوية حضوركم في أبيجا أو أنه لم تحظوا بالوجود الكافي لا يعني الحضور كان كحضور باش المقاولة السرع ومتوسطة تعرفوا على الفرص اللي هي متاحة في الكود ديفوار يعني من جهة حكومة المغربية وصورتوا يعني معالم دي قدمت إشنا هما الفرص ديالستثمار في المغرب ومن جهة الكود ديفوار قدمونا إشنا هما استثمارات إشنا هما الفرص اللي كتاح في الكود ديفوار وأيضا دوزونا واحد شارت اللي كيتكلم على المناخ الأعمال لأن من الفين وعشر من دبا الكود ديفوار يعني تقدمت بزف في قضية منخ الأعمال في قضية المحاكيم تجارية يعني كانت واحد يعني كانت طوى كتير وكان فرص كتيرة إذن إحنا مثلا زعمنا ودرنا واحد اتفاقية ودخلنا في السوق وعدنا دبا شاركا ولكن كان بزف ديال مقاولة السرع والمتوسطة اللي ما زال مخوفة ما زال خصة يعني خصوح تجاع وخص هاد الأبنك وهاد شركة الكوبرة اللي عندهم تجربة وليتي يوقع اتفاقيات كثيرة فهاد دول هادو كيخصوم يكونوا يعني بحل لوكوموتيف خصوم يجوروا معاهم المقاولات السرع المتوسطة أما يمكنهمش مشي بوحدهم كيخص كلها يعني يجوروا معاهم باش يكونوا واحد تعاون غير فاللول يعني أنا تنعقل مثلا هادي سنين كان صعيب فاللول باش يكونوا يعني مهندسين وتصيفتهم واحد دول ما تنعرفوش يعني معموهم ما مشوا لها وكيكون متخوفين ولكن من بعد شوية بشوية تلقوا بأننا راسهم مرتاحين كيف ما تخدموه تماك تخدموه هنا في المريب ومن بعد ولا تطلب يعني يعني تخص الواحد غير يزعم يعني ذاك هذه اللولة الشجاء اللولة هي اللي إذن خص الكبار اللي عندهم وسائل اللي يعني يعني مشجعين من طرف الدولة كيخصوم يجوروا معاهم مقاولات السرع المتوسطة طيب خلال هذه اللقاءات أيضا تم التأكيد على أنه يمكن للمقاولات يعني المقاولات الإفوارية والمغربية أن تستثمر في قطاع معين بالمغرب أو بأبيجون يعني بشركة بين الجانبين كيف يمكن أن تعملوا على تقوية هذه المسألة يعني لأخذنا بحد دول بحل الكود ديفوار كيين يعني المواد الأساسية الأولى كثيرة بحل تعرفوا بأنه أول دولة التي تصدر الكاكاو والبانان ولكن مع الأسف هذه المادات الأولى لا تستطيع لفكو الديفوار أو المغرب ومع الأكثرية تمشون دول أخرى بحل المثال لفرنسا وترجعوا 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 الكاكاو ومعامل تم تصنع الشكلات وهذا الشكلات هو الذي ترجع للمغرب لكي تتباه في المغرب وكي تتباه في الدول الفرقية في القطة ديفوار معا كي ينوحد كي ينوحد كي ينوحد لنووي جنراتي ديفواريين اللي هو اللي هو ترجعوا الدولة ديالوم اللي هو اللي هو اللي هو الدب واحد استقرار سياسي كانو كي تالاب اللي عندوم مستوى عالي ديال ديراصة في أمريكا في Canada في أوروبا اللي جنو بلاد دون هدو كي يمكن لهم تعاون مع المراربين يعني يديروا واحد بحال إنشان ديفالور باش كل شي هاد المواد الأساسيات اللي تصنع إما في المرارب إما في الكود ديفوار وعاد دار الأوروبا نعم لنا مدان سلوى كاركري بالغزيز نشكرك جزيلة شكرا على حضور معنا شكرا لك إذن أعود إليكم لإستكمال هذه المشرة شكرا شكرا لك رجاء فضلي مفادة قناة ميديان تيفي إلى مراكوش وإلى ضيفتك الكريمة